الافترار الكامل وظن أجهزة الإعلام والترويج للباطل حتى ظنه الناس صدقاء أنا المتهم بأني أفتيت بأن قتال الجنوبيين واجب شرعي وكنت يوم ذات عضو مجلس رئاسة وها أنت سألني اليوم بعد عشر سنوات عن هذا الأمر وقد بينت عدة مرات ولكن لم نجد من يبين الحقيقة لدرجة أنك تعيد السؤال عليها الآن الحقيقة هي كيد سياسي من شخصية سياسية أصدرت هذا الخبر ونقلته ودعت أنها تبني ذلك على ما نشر في صحيفة الحياة اللندنية ونشر هذا في صحيفة الشورى في صحيفة الشورى في اليمن وقال هذا أنقله عن صحيفة الحياة وصحيفة الحياة تنقله عن صحيفة ألمانية نشرت هذا لأنني أنا صرحت للشعب الألماني المسلم الغيور أن يأتي لنصرة الإسلام في اليمن حسبون الله وانتشر هذه الأكذوبة وكذبتها عدة مرات أتدري ما الذي فعلته أنا عوض مجلس الرئاسة كان بإمكاني أن أستخدم سلطاتي وأغلق الصحيفة وأغلق أعمل فيها كما يفعل الحكام العرب قلت لا والله سأضع نفسي أنا وإياها أمام القضاء وبقيت أنا وإياها أمام القضاء سنة كاملة حتى قال لهم القضاء أين دليلكم قالوا صحيفة كذا صحيفة الحياة برقم كذا وتاريخ كذا قال أتونا بها قالوا قد ضعت علينا ما ليست متوفرة لدينا استنكر هذا العدوان على هؤلاء الشباب الأبرياء وأحذر من كل من يعتدي عليهم أنه سوف يسأل اليوم أو غدا وقد أفتل علماء بأنها جريمة أمدية لا تسقط بالتقادل ونطلب من إخواننا في الجيش وفي الأمن أن يتذكروا أن هذه الدماء مسلمة وأن هؤلاء خير الشباب هذه الأمة وأن عليهم أن لا يعتدوا عليهم ولا يجوز لهم أن يعتدى عليهم وإذا أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وأوصي أبنائي المعتصمين جميعا بأن يصبروا ويحافظوا على المنهج السلمي والأسلوب السلمي الذي لا يعتبر مبررا في العدوان عليهم هذا سبب خروجي من العاصمة الصنعاء لأن أستنكر أن أبقى في ظل جو فيه هذا العبث يحفظوا على المنهج السلمي وعن فتمن له ويادات السلمي حسن أحفظه ليكون رئيساً سابقا لو حقوقه وله حقوقه محشوبة ما دمنا سيستمع للسلمة دون حرب ودون قدال ودون تنوار ولعدنا إن وصبر إلى ذلك نفعبه بين الشروب نقول قد وصبر الرسول صبقه عليه وسلم قال الإيمان هي آم ولا الحكمة هي أمين ترجمة نانسي قنقر